في تقرير قبل لا اتكلم عليه ما ابيدش في التفاصيل لان اعتقد اخذها حجم كبير وايت في السوشيال ميديا موضوع اللي حصل في موضوع المحاجر اللي موجودة في تشيبت او في المدارس والفيديوهات اللي انتشرت نقبل في هالموضوع ما نقبل في هالموضوع نرضى فيه ما نرضى في هذا الموضوع ولكن اليوم انا ارجوكم ثم ارجوكم واحنا ندري ان هناك من الناس اللي يعني نكن لهم كل احترام والتقدير وهالامور هذي كلها الان هذا الامر غير مقبول وانا التبس الكلمة او كلام اللي انا قاعد اقوله مو كلامي انا هو كلام معالي وزير الداخلية اللي قاعد يقوله نحطكم على راسنا على عين والرأس اهلا وسهلا ولكن امن البلاد خط احمر امن الكويت خط احمر هذا ما في غشمرة ولعب ومش عارب ايش والسؤال في هذي فانا رسالة لكل رجل وكل امرأة على هذي الارض الطيبة احنا في بلدنا في الكويت اقسم بالله وانا ارتباطي في اخواننا من المقيمين اقسم بالله فوق الاربعين سنة معاهم وعرف عدل ويدرون انا شنو الكلام اللي انا قاعد اقوله ويعون الكلام اللي انا قاعد اقوله يدرون احنا من الناس اللي ما نفرق بيوتنا مع بعض بيوتنا مع بعض مفتوحين ويا بعض الروح ونطلع ونرجع اكلنا ويا بعض متى ما وصل الموضوع الى شيء اسمه الكويت كلنا راح نوقف سور واحد ابدا لن نقبل مهما كان العذر مهما كان التبرير ما راح نقبل في هذا الموضوع بنتنا اليوم بنت الكويت بنتنا اليوم اللي راحت الجمعية ام سوينا حلقة وتكلمنا وسوشال ميديا كلها تكلم عليها هذا امن البلد سواء الامن الصحي سواء الامن الغذائي سواء الامن اه اه في البلد احنا ما راح نقبل في هذا الامر وهذا الكلام اللي قاله معالي وزير الداخلية وحقيقة يمكن هذه الكلمة هي بردت قلوب الكويتين فانا ارجوكم لا ناخذ الموضوع اكبر من حجمه انتهى الموضوع تمت السيطرة على الموضوع انتهى تدخلوا الاخوان في وزارة الداخلية وتعاملوا في هذا الامر وطلع معالي وزير الداخلية مشكورا ووجه كلمة للجميع واعتقد ان هذه الكلمة بردت لقلوب الكويتين اطمق الكلام ياتنا رساية قسمية بالاعداد لرحلات متتالية لنقل اخواننا وبيوفنا المصريين بس حركة واحدة تأثر بالامن لا تعتقدون بانكم مكتوفين الايدي على كثر ما نعزكم من حكم الامن خطح مو انا اكلمكم واكلم اخوانكم اللي فيه كذلك في المراكز العواء الاخرى ما راح نسمع باي نوع من انواع مظاهر الشغل لكن اكرر لكن حضر اخطين اتمنى منكم الحكمة الحكمة العهودة فيكم اذا ما لقينا الحكمة راح نضطر نوجد الحكمة لا تضطروننا كوزارة داخلية نتعامل بعنف عشان بطل امن امنكم انتم مسؤوليتنا الشغب قاعد تأثرون على الاخرين في منكم مثل الشيخ واخرين قاعد يحاولون يهدون ويأكلون ويوصلون وينتظرون رحلتهم يشوفون ابنائهم حقكم من تجار يقامات انا اجيبه لكن حق الامن انا مسؤول على الاخرين شكرا معالي وزير الداخلية كلام واضح لا تخلونا نطلع كلام وزير الداخلية مو كلامي انا مو كلامي انا ولا الكلام اللي قاعد يقول للاخوان هذا كلام معالي وزير الداخلية واضح على راسنا والايد والله العظيم هذه قبل هذه اليمين قبل اليسار حاضر واحنا ما عندنا خلاف ولا اتكلم عن جنسية احنا والله العظيم كلهم اقسم بالله ان احنا قاعد اليوم في بيوتنا وانا اقول الاغلبية لو كان هناك بعض من الناس شوية في مرض في ذاته هذي مشكلته والله ان احنا نتعامل في بيوتنا مع اللي يشتغلون عندنا ومع سواقنا اقسم بالله ان ما نفرق بينهم وبين عيالنا اقسم بالله لما نروح السوق نشتري حق هذا مثل ما نشتري حق هذا الفطور نحط لهم قبل الله نحط عق عيالنا احنا ما نفينا هالطبيعة هذي واللي عاش في الكويت وعرف الكويت واسمع خلي اقول لك رسالة هذي حطها حلقة في يودك اي شخص عاش في الكويت وطلع برا الكويت لو اتينا بعد عشر سنوات يقول لك ما تقول يقول لك والله مش ناقل حق الكويت لو قعد سنتين في الكويت لسبب بسيط ان هذا الشعب اليوم جسد هذه الروح اليوم وهذه اليوم احنا دائما نتعامل بالاحلاقيات وقالها وزير الداخلية وانا راح اختم وانا بيطور في الموضوع هذا متى ما وصل الامر الى امن البلاد هذي اشارة وزير الداخل هذا خطة حمر وكلمة اخيرة قالها حكم حكم الكلمة وزير الداخلية يعد المخالفين يقول حقكم من تجار الاقامات انا ايب لكم وهذا الكلام يبرد القلوب فانا ارجوكم وانا اتمنى لكم عودة سليمة راقية الى اهلكم تعيشون سالمين غانمين مثل ما قالوا الاخلية خلال الفترة القادمة الرحلات راح تطلع هذا الكلام اللي احنا راح نقول لكم ياه